مؤصف كثيرا ما أصبح عليه وضعنا وما أصبح عليه لبنان هل تصدقون أنه فيما الناس لا يعرفون كيف يعيشون براتبهم الزهيد وكيف يدخلون أولادهم إلى المدارس وكيف يذهبون إلى عمالهم بتنكة بنزين تخطط المائتي ألف ليرة وكيف صاروا عجزين عن زيارة طبيب أو دخول مستشفى هل تعرفون في هذا الوقت بالذات بما المسؤولون مشهولون إنهم مخضوضون بمسرحية اسمها تنفيسة تعرض على مسرح المدينة في بيروت جريمة المسرحية المذكورة أن مؤلفيها ومنفذيها لم يعرضوها على الأمن العام لأخذ موافقته المسبقة عليها معقول هل نحن في بدايات القرن الـ 21 أم في ظلمات القرون الوسطى ففي أي بلد غير البلدان البوليسية تعرض الأعمال الإبداعية على أجهزة أمنية استخباراتية وأي عسكري مهما علت رتبته مخول أن يقول نعم لعرض مسرحي وأن يقول لا لعمل مسرحي آخر يا جماعة نحن في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نحن في عصر إسقاط الحدود وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة فكيف تفكرون بعد برسائل أو بوسائل الزجر والمنع والكبح والقمع نحن نعلم أن المشكلة هي في مكان آخر وتحديدا في أن المسرحية تنتقد رئيس الجمهورية والطبقة السياسية الفاسدة وتطلق عليهم لقب الحرمي فهل كان أصحاب المعالي والسعادة والعظمة في حاجة إلى مسرحية ليعرفوا نظرة الناس إليهم أنتم يا سادة حرمي ونص جميع الناس يعرفونكم كذلك ولستم بحاجة إلى تجنيد الأمن العام لمنع اللبنانيين من مناداتكم بهذا اللقب إنه لقبكم وقد استحقيتمه عن جدارة فإلى أين تهربون منه كلمة أخيرة في الموضوع هل يدر مسؤول الأمن العام أنه قبل مدة أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي عرضا عسكريا في الشارع الذي تعرض فيه المسرحية من دون أن يتدخل أي جهاز أمني ومن دون أن تقوم الدولة بأي تدبير بحق من نظموا ونفذوا العرض العسكري فهل صار العرض العسكري الأحب إلى قلب أهل السلطة المتسلطين من العرض المسرحي حرام يا بلدنا اشتركوا في القناة